تراجعت أسعار النفط في مستهل تداولة الأسبوع الاثنين مع تأثير عملية الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين أحد أكبر مستوردية الخام في العالم وانخفضت العقود الآجلة لخام برانت القياسي العالمي تسليم جوان المقبل بنسبة دولارين بنحو دولارين لتصل إلى مئة وتسعة دولارات للبرميل في المقابل تراجعت العقود الآجلة لخام الأمريكي تسليم جوية القادم بأكثر من دولار واربعين سنتا لتنخفض لأقل من مئة وثمانية دولارات للبرميل